أريد أن أقدم لكم حقيقة علمية عادة الشخص الذي يموت بالغرق لا يموت في الواقع بسبب الغرق فوراً لا بل يمكنه البقاء لفترة والسبب الرئيسي لموته هو دخول الماء إلى أنفه وبالتالي يفزع ويشعر بالضغط والتوتر الشديد مما يؤدي إلى السكتة الدماغية فينفجر شريانه إذا رأيتم جثة شخص مات بسبب الغرق سواء تعرض للانتحار غرق بشكل مفاجئ فسترون خروج الدم من أنفه نعم يخرج الدم من أنفه عادة ما يكون حدوثه بسبب انفجار شريان المخ ولذلك يموت سريعاً ومن كان ذا قوة وأصابه الغرق فإنه لن يموت سريعاً في البحر من المؤكد أن الغريق سيلحقه الفزع مما يسبب انفجار شريان الدماغ ثم يموت صلو على الحبيب صلى الله تعالى على محمد عليّ محاولته إصلاح نفسي وجميع أناس العالم انشاء الله عز وجل اشتركوا في القناة